والله شوفي يعني قد نصنف النساء النساء أكون المرأة المتزنة القنوعة التي تأخذ المال كوسيلة وسيلة علم اللي قضى حاجاتها وحاجات أطفالها وحاجات الشخصية وهناك البرأة المبذرة أكون نساء مبذرات يعني يشترون حاجات يروحون على السوق أشياء ما يحتاجنها استهلاكيات عقلية استهلاكية هاي الضرب الضرب بها والضرب ميزانة الأسرة وهناك المرأة البخيلة أيضا لا تنسي ليس فقط الرجل هناك أيضا المرأة البخيلة الشحيحة التي تتصل في هذا الشيء بس المال لا يمكن أن يكون هو العنصر الأساسي في الساحل المال وسيلة ولكن وجودها ضرورة يعني اليوم أنت لا تستطيعني اليوم أن تستمر في حياتك المعيشية والسكن وغيرها إلا بيوجود المال إذن المال هنا لخدمتي وليس الآن لخدمته البخيل يجعل هو لخدمة المال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر